اعتبر الجيش الإسرائيلي أن السعودية تعرضت عام 2019 لهجوم من اليمن والعراق وإيران وقال إن قوته تراقب كل التحركات الإيرانية وأن غواصاته تبحر إلى أماكن مختلفة بعيدة وقاربة وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيداي زيل برمان في حديث لموقع إلاف نشر الجمعة أن إيران قد تهاجم إسرائيل من العراق أو من اليمن مضيفا لدينا معلومات أن إيران تطور هناك طائرات مسيرة وسواريخ ذكية تستطيع الوصول إلى إسرائيل وشدد زيل برمان على أن إسرائيل تراقب عن كثب تحركات إيران في المنطقة ولفت إلى أن قائد الأركان الإسرائيلي أفيف كوخابي عندما حذر إيران من الإقدام على أي هجوم قصد من العراق واليمن وعندما تحدث عن ذائرة الدول الثانية كان يقصد أن الدائرة الأولى هي لبنان وسوريا وأشر إلى أن إيران كانت قد هاجمت منشآت آرامك السعودية في سبتمبر من عام 2019 من اليمن والعراق ومن الأراضي الإيرانية أيضا وذلك باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة عن بعد بدون أن يكشفها أحد قائلا إن هذا يدل على قدرة إيرانية كبيرة في مجال التخفي وأكد زيلبرمال أن الأمر قد يعاد فعله انطلاقا من تلك المواقع ضد إسرائيل لذلك عينها على العراق واليمن مؤخرا حذر دول المنطقة من التغافل عن التهديدات الإيرانية الخطيرة خصوصا تلك المنطلقة من الدول المجاورة وردنا على سؤال حول عبور غواصة إسرائيلية قناة السويس متجهة للبحر الأحمر وربما إلى الخليج قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا يؤكد هذا الأمر إلا أنه لا ينفي أن يكون سلاح البحرية الإسرائيلية يعمل في كل مكان مشيرا إلى أن الغواصات الإسرائيلية تبحر بهدوء إلى أماكن مختلفة بعيدة وقاربة تحضيرات إسرائيل دول المنطقة من هجوم وشيك من إيران ربما يكون قاربا ومتخفيا جاء بعد أن أفدت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر إيرانية مطلعة بأن تهران تعزز دفاعتها الجوية حول منشآتها النووية كإجراء احترازي تحسبا لأي تطورات عسكرية مفاجئة قد تطرأ في المنطقة وأكدت المصادر للصحيفة أن الدفاعات ورادارات القوى الجو فضائية تابعة للحرس الثوري الإيرانية تتولى الآن حماية المنشآت النووية الإيرانية من الضربات الصاروخية الأمريكية المحتملة والصنفرتها القوة بشكل واسع جدا جميع قدراتها الجوية لحماية المنشآت النووية الإيرانية من توجيه أي ضربة صاروخية محتملة تهدف إلى تعطيل عمليات تخصيب اليورانيوم وكشفت المصادر عن نشر الحرس الثوري منظومة باور 373 الصاروخية مع منظومة صامة الصاروخية الروسية للدفاعات الجوية في محيط منشآت فرض النووية الإيرانية ولفتت إلى تعزيز القوى الجو فضائية تابعة للحرس الثوري الإيراني دفاعاتها الجوية في محافظة أصفها وسط إيران حيث توجد أبرز منشآت نطنزا نووية لتخصيب اليورانيوم وفي ضوء التوترات في المنطقة وعلى خلفية ضربة أمريكية محتملة للمنشآت النووية الإيرانية قال وزير الخارجية الإيرانيجة والضريفة إن الولايات المتحدة دمرت منطقتنا سابقا بسبب تلفيق كذبة أسلحة الضمار الشامل وأكد أن الرئيس دونالد ترامب سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مغامرة وضف ضريفا ترامب يستخدم صارة لقيمة لها لاتهام إيران في إشارة إلى صور لصواريخ نشارى الرئيس الأمريكي الخميس على حسابه في تويتر وقال إنها إيرانية تم استخدامها في الهجوم على الصفارة الأمريكية في بغداد لكنها لم تنفجر وقال وزير الخارجي الإيراني إن الولايات المتحدة أهضرت سبعة ترليونات دولار وتسببت في سقوط ثمانية وخمسين الفضحية في إشارة إلى غزو العراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر